مرحبا برج العقرب اهلا فيكم في القراءة العامة القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وايضا القمري هذه القراءة عامة مو قراءة عن الحب العاطفة رح نتناول اكثر شي جانب الحياة العملية اوكي وبشكل سريع فقط الحياة العاطفية القراءة مثل ما قلت لكم تصلح للطالع والشمسي والقمري الا اذا عندكم اي كوكب ثاني موجود في برج العقرب لكن لازم انتو لتشوفون القراءة وتحدزون اذا تنطبق عليكم ولا لا خلنا نشوف اول جانب برج العقرب جانب الاموال شنو راح يكون عندك من تطورات كرتين كرتين انقلبوا اوكي بالعادة ما اخذ ذا كرتين ولكن احس ان معناهم ماشي مع بعض اربعة الخماسيات ام في اموال هني راح تتأخر عليك يعني انت مثلا حط ميزانيتك ومصروفاتك على اساس انه ام ما يأتي تاريخ معين الا وصلتك اموال جديدة تقدر تصرف منها لما تشوف هذا الكرت معناته راح يصير في نوع من الضيق في ميزانيتك لانه في تأخير عندنا وراه مثل ما تشوفت هنا كرت برج القوس تمبرنس التعادل او التوازن راح تضطر مثلا عشان تعادل ميزانيتك لهذا الشهر انه تأخذ من جانب التوفير من اموال التوفير وتحطها في جانب المصروفات لان احسك انت هنا يا برج العقرب كنت دائما تصرف كل الاموال اللي عندك ما تخلي نوع من المرونة سوري نوع من المرونة في ميزانيتك يعني مثلا دائما كنت تصرف 80% توفر فقط 20% اوكي فاذا قلت عندك او اذا صارت ما تكفيك 80% اللي انت صرفها من وين راح تضطر تاخذ ميزانيتك احسها مو مرنة لهذا الشهر راح تضطر تاخذ من حساب ثاني حساب توفيري شخص مقرب منك من الشركة ايضا اوكي لكن لازم تكون حذر في طريقة او طريقة اطالتك للميزانية اوكي فيه شي لانه راح يتأخر مبروض يأتيك في الطريق ولكن راح يكون فيه مثل الظرف الطارق او التأخير يؤثر على ميزانيتك خلال هالشهر خلا نشوف جانب الوظيفة اللي منكم عندهم مباقف بعد كارتين اوكي السيف الاول والشمس ما ادل ليش احس هني انه راح تحصل على اجازة قريبا اوكي تحصل على اجازة تحصل على نوع من نقلة ينقلونك الى قسم ثاني تحت ادارة شخص ثاني النقلة انت في البداية مو مستسيغها يعني معاجبتك مو متشجع من اجل التغيير النقلة اللي يريدون ان يسوونها لك في مجال الوظيفة ولكن لان وراء السيف الاول عندنا كارت الشمس الحرية السعادة راح تتخلص في مكان الوظيفة في الفترة القادمة اذا مو انت اللي ينقلونك راح ينقلون اشخاص انت ما ترصاح لهم ما تحب تعمل معاهم يشيلونك من تحت امرت مثلا مدير انت ما تحبه ففي الفترة القادمة في الوظيفة راح يكون عندك حس من الحرية السعادة تقدر تتحرك على راحتك تقدر تكون على طبيعتك من دون وجود الاشخاص اللي يعكرون دائما جوك حاولون يتحكمون فيك انزل خلا نشوف جانب المشاريع اللي منكم عندهم بزنس او يفكرون يفتحون بزنس ثلاثة الاخصان هذا الكارب تشجعك على ان تستقطب الخبرات 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 الخبراء حتى من دول اخرى مادر احسي هني الطاقة تقولك ان الشي اللي تطمح له ما راح تلاقيه في الدولة اللي انت فيها لازم تأتي بشخص او بشي او بمشروع بتعاون باستيراد من دولة ثانية عشان تحقق لنفسك اللي انت تمنى في البزنس محتاج ان يكون في تعاون بين اكثر من دولة مثلا ان تأخذ مثلا منتوجات هذه الدولة انزل تستوردها وايضا تأتي بشي ثاني من دولة ثانية وتخلطهم مع بعض هاي النوع من الطاقة ان يكون في تعاون بين ما وراء البحار خلا نشوف الدراسة هاي 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 اربعة الخماسيات احس ان تخرج او مو تخرج كامل من زين هذا الكرت يقولك ان اذا في مادة مستصعبها او اذا في كورس انت حاليا تحس ان شوي تعبك وكنت متخوف منه هذا الكرت يقولك راح تتخرج في الفترة القادمة بنجاح ولكن لازم تحط الجهود المتوقعة لا تقول ما راح ادرس ما راح اهتم وفي نفس الوقت راح اتخرج هذا الكرت يقولك حط الثمار او سوري ازرع البدور راح تحصد الثمار راح تنجح محتاج ايضا ان تجد لنفسك شريك دراسة كفو شريك دراسة تعتمد عليه شخص يشيلك لما انت تكون تعبان وانت ايضا تشيله لما اخوي يكون تعبان يتنور عليه وينور عليك يكون هنا تعاون دراسة شراكة دراسية خلا نشوف الباحثين عن عمل ثمانية الخماسيات في الفترة القادمة راح تأتيك فرص عمل بس مادري ليش احس يا برد العقرب دائما فرص العمل تأتيك في مجال انت حاول ان تتجنبه مادري ممكن يكون ان انت فضل العمل المكتبي ودائما يعطونك العمل الميداني او العكس يعطونك عمل متعب مثلا وانت تريد في الفترة القادمة ان تبحث عن نظيفة تكون شوي مريحة يكون فيها تكييف فيها عدم التعرض للشمس او العكس انت مالج من العمل المكتبي تريد ان تذهب الى العمل الميداني ففي عروف قادمة في الطريق ولكن احسن صار عكس عكس رغبتك لما الشي يأتي ان عكس رغبتنا معناتها لازم نروح لنقطة الصفر نقطة الريست ونفكر او ننظر الى انفسنا احنا ليش قاعدين نجذب عكس رغباتنا نعمل مع قانون الجذب مش عكسه قانون الجذب رح وصلنا للي نبيه ولكن اسهل واسرع لان احنا قاعدين نعمل مع قوانين الكون مؤكسه انزل خلتشوف الحياة العاطفية بشكل عام منفصلين او حتى المرتبطين تتوفقك مع الشريط اتصبحت قبل اضافل اتصبت اتصري 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 كرت الساحر من ساعة انقلب ايضا هذا الكرت السيف الصغير احسني ان انت ما اخذ دفة القيادة يا برج العقرب وتحاول تحفز شريكك او تقنعه بوجهة نظر معينة تقنعه بالانتقال تقنعه بان يتخذ موقف تقنعه بشيه هذا انت زين عندك طاقة الساحر لكن شريكك هنا عنده السيف الصغير متردد عنده خوف يمكن انت قاعد تشجع على مثلا انه تنتقلون من دولة الى دولة من منطقة الى منطقة من سكن الى سكن وهو خايف من التغييرات الجديدة خايف من البيئة خايف من الناس اكثر شي ان الناس اللي متعود عليهم طيبين في هذا المكان ما رح يكونون ايضا مثلهم ناس طيبين في المكان الجديد خايف من الانتقال شريكك انزين احس ولكن اذا عطيته نوع من الحرية الشخصية اذا عطيته نوع من متنفس خليه تنفس بدون ما تضل تحن عليه وتحاول تقنعه رح تنمشي الامور ان شاء الله بينكم على افضل ما يرام خلا نشوف اهني جانب اللي ما عنده شريك العزاب منكم ينتظرون قراءة القادم ووصفات الشخص القادم في طريقي خلا نشوف جانب الصحة الكوبين لازم برج العقرب اذا عندك نوع من المشاكل الصحية لا تقول انا صرت احزن وراح امتلع عن اخذ الدواء او لاني صرت احزن اهني مو بس طاقة الدواء اهني بقول لانه صرت احزن فراح ارجع للأكل اللي الدكتور نصحني انما اكله واد رحسي هني ان امامك فرصة لانتكاسة صحية اذا رجعت للأسلوب القديم اذا رجعت للشي اللي تحبه ولكن الدكتور منعه عليك او حذرك منه قالك لازم تاخذك كميات جدا قليلة ممكن يكون الملح ممكن يكون السكر ممكن يكون الدهون اللحوم ما ممكن يكون اي شيء انت اعلم بحالتك الصحية ولكن اهو شيء حذرك منه لأطباء خلا نشوفي الامور القانونية اذا يبرد الأقرب عندك اي شيء في النظام القضائي هذا الكارت لغصن الأول يقول لي ان النظام القضائي او في المحكمة رح يشوفونك ان انت لك حج حجتك قوية عندك حجة ولكن المشكلة فيهني نوع من المشكلة صاير في النظام القضائي ان ليش لحد الان الحكم لم يصدر لصالح برج العقرب او ليش تأخر هذا القرار لان قضيتك نوعا ما جديدة فيها حجة الحجة هذه وان كان لك حج فيها حتى النظام القضائي يدرك ان انت لك حج فيها ولكن دائما في القانون ينظرون الى السوابق ان قضيتك هاي جديدة سابقة سابقة نوعا ما ما سبقتها الكثير من القضايا المشابهة عشان بسرعة يحكمون فيها اوكي هذا اللي يقول لي هذا الكارت اذا بصير فيه تأخير فهو بسبب نقيض قضيتك ان فيها شيء مبتكر شيء خارج عن المألوف خلصنا من هاي الجوانب خلا ننظر الى طاقة التحدي اللي راح تحاول الطاقة اللي راح تحاول ان تتفزك خلال شهر سبتمبر اوبسيشن كلنا هذا الكارت يقول لي كلنا نمر بمواقف اوكي كلنا نمر بمواقف مو سهلة علينا او نحسنا نظلمنا فيها ولكن يا برج العقرب بقائك بقائك طاقة تفكيرا في موقف معين مضى الموقف مضى الشيء صار ولكن انت تظل تحول تفكر في الشيء اللي صار وتفكر في الاشخاص اللي غلطوا عليك وتفكر شلو راح تاخذ حقك منهم هاي الطاقة ابتعد عنها ابتعد عن طاقة التفكير في اللي مضى واللي سوا فيني فلانه علانه ورح اخذ حقه طاقة الانتقام هذا اللي راح تحاول هاي النوع من الطاقة دايما تحاول تراجعك الى الحضير الى الماضي الظل حبيس الماضي حبيس افكارك الخاصة لانه لحد الان بينك وبين نفسك ما تقدر تسامح كذا ما تقدر تسامح ما تقدر انت ايضا تمضي قدما في حياتك خلا نشوف الطاقة اللي راح تعاونك خلال هذا الشهر تكون حليفتك اتكلم لك عن السوربايفول او الفالس برامسز ام ام امير الصحراء فهذا الكرد الطاقة اللي راح تعاونك ان انت يا برج العقرب من الابراج الرئيسية الثابت الفيكس ساينس يسمونهم انت تعديت مرحلة محاولتك او حاجتك انت مش محتاج ان تثبت نفسك بعد الان اثبت نفسك للاخرين بما فيه الكفاية حان الوقت الحين انت تدير بالك على نفسك اوكي تعتني بنفسك ام تكون انت لين مع نفسك اوكي الطاقة اللي تعاونك هنا قاعدة تقولك ان هذه مو حرب وهذا مو وقت خلال شهر سبتمبر ان انت تحاول تساعد اي احد اوكي خليك متفرد خلال هذا الشهر تنظر فقط الى نفسك الى حياتك الى سعادتك الداخلية ما عليك من احد من زين ما عليك من اللي صار في السابق وما عليك ايضا لا دايما تحاول ان تساعد الاخرين خلنا نجوف المفاجأة لك خلال النجمة احس هنا ان عندك شخص صغير بالسن اوكي ممكن يكون طفلك او طفل احد عزيز عليك احد من الاهل اللي يكونون اصغر منك سننا انت حبهم جدا محبتك لهم قوية هذا الشخص راح يكون في سلامة وكي يسلم يعني مثلا يمر بحادث بعيد الشهر طبعا يمر بحادث ويسلم يمر بموقف الموقف يخوف ولكن يسلم يطلع منه بسلامة الطاقة الثانية ان هذا الشخص راح يتخرج راح ينجح اوكي انت هنا عندك قلق بخصوص اتحاتي شخص صغير بالسن دائما تحاتي دائما تحس انه لازم تعاونه لازم دائما تقيده تساعده هو راح ينجح يعرف مصلحته هذا الشخص ورح ينجح يتخرج وكي يحصل على الوظيفة راح تفرح فيه تفرحك شخص عزيزي عليك عزيزي لحقرة هذه كانت قراءتك العامة